السلام عليكم ورحمة الله نتكلم اليوم عن السكري من النوع الأول وهو من الأمراض المناعية الذاتية والأمراض المناعية الذاتية ليس لها علاج يتعاملون معها بالكورتيكويدات وببعض الأدوية مثل التصلب الويحي السكري من النوع الأول لا يتعاملون معه بالكورتيكويدات بل بالأنسولي لأن البنكرياس توقف عن إنتاج الأنسولي ننبه حول الأطفال الذين يزدادون السكري والسرطان والأمراض المنعية الذاتية المرأة الحامل أن تنتبه لحياتها وطعامها لأن الجنين يتأثر قد يكون له توحد وسرطان وسكري لأنها تتناول حلويات لأن المرأة تتناول حلويات تتناول مقليات تضع مواد الجميل تستمع لأصوات مرتفعة الحامل ممنوع عليها جميع المواد المصبرة المصنعة وممنوع عليها الطبخ بزيت المائدة وممنوع عليها السكر الأبيض أن تستعمل زيت الزيتون للطبخ ممنوع عليها اللحوم الهرمونية والحليب ومشتقاته والدواجين أن تكون لحوم طبيعية مسروحة وبيض بلدي طبيعي نعم وسمك جيد ممنوع مشتقات اللحوم ممنوع البسكاويتات والحلويات ومشروبات الغازية كذلك أن تغسل الخضر جيد أن تتجنب كثرة الأدوية النساء في الأشهر الأولى مع الوحم لا تكون عندها شاهية الأكل فأكبر خطأ أنها تشتري أدوية لفتح الشاهية فقط أن تشرب ماء بكثرة ماء طبيعي دافئ بكثرة مع نظام غداء طبيعي وحركة فجيد أن تتجنب كذلك موات تنظيف وتطهير والروائح الخطيرة المرضي عن نفس الشيء الأطفال الذين أصيبوا بالسكر في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كانت الأم ترضيعهم وتتناول أكل الشارع ومصبارات هناك دراسة أن اللقاحات من مسببات التوحد عند الأطفال كذلك التسمم بالمعادن التقيلة لما يكون الرضيع في بطن أمه كل ما تأكله الأم يمر إلى الجنين وحليب الذي ترضعه الأم كذلك يكون محمل بما تأكله من سموم أن تنتبه المرأة لما تأكل أطفال مصابين بالسكر النوع الأول الأنسولين إلزامي لهم لا يناقش لا بد منه مع أسلوب نظام طبيعي أن يأخذوا الأنسولين مع أسلوب نظام طبيعي فسيكونون بخير وسيعيشون بسلام مع السكري فهناك أخطأ في النظام الغذائي لأصحاب السكري وهي أخطأ كبيرة في نظامهم لأن النظام السكري يجب أن يكون خالي من اللحوم والشوحوم والكوليسترول خالي من جميع المواد الحيوانية إلا السمك ممنوع الدجاج الرومي ممنوع الحليب ومشتقاته ممنوع الأجبان مسموح بلابان الخض البلدي الطبيعي الذي يهيئ في المنزل وليس لبان السوق أن يتناولوا من كوب أو كوبين لا مشكل ممنوع جميع المواد الصناعية وعلى رأسها الزيوط الصناعية لأن فيها مضافات غذائية وهي تسمم البانكرياس وتحمد الدم وترفع الدهوم في الجسم وترفع السكر في الدم أصحاب السكري لديهم دورة دموية ثقيلة ودم ودمهم يجب أن يكون خفيف السمك إجباري في تغذية المصابين السكري لأنه ليس فيه كوليستيرول وفيه بروتينات سهلة سهلة الهضم وليس فيه كولاجين وفيه حمل أوميغا 3 والفيتامين T وفيه الفيتامين B12 فيه أملح معدينية القوي للسكري هو حمل أوميغا 3 والفيتامين T الفيتامين T يرفع المناعة ويجب أن يكون الفيتامين T مستفع لدى المصابين السكري وبتركيز جيد أن يتناول الناس المصابين السكري السمك إما يوميا إن استطاعوا فجيد أو مرتين أو ثلاث مرتين في الأسبوع فجيد ثم البقوليات عدس حمص فول فجيدة البقوليات فيها 22% من البروتين ثم النشوية الجيدة يجيب أن لا يسعد السكري إلى أربعة ثم ينزل إلى 0.8 هذا خطر على المريض أن ينتبه للحالة النفسية وأن لا يكون توتر فكما قلنا ممنوع الدجاج لأن الدجاج يضر المصابين السكري أكثر من اللحم الغنم والبقر فأن ينتبه المصابين السكري المطوليات التي يوزعون على أصحاب السكري بالنسبة للتغذية فيها أشياء خاطئة فيها لحوم فيها أجبان فيها بسكاويتات فيها خمر فيها خنزير وهذه المطوليات تكون عالمية الحل لأصحاب السكري أن يسحبوا اللحم والمواد الحيوانية من هذه المطوليات لكي لا يبطروا الرجل لكي لا يبطروا رجل الناس ولكي لا تتخرب الكيلية ويسأل الشخص إلى التصفية ولكي لا تتخرب شبكية ويتخرب القلب والشرايين كما قلنا أن يكون السمك هو المادة الأساسية لأن حمل أوميغا 3 يحفظ القلب والشرايين ويخفي الكوليستيرول قلنا أن حمل أوميغا 3 يحفظ القلب والشرايين الكوليستيرول يخرب القلب والشرايين البذلات كذلك أساسية في تغذية المصابين السكري البذلات وهي حبوب الكتان وحب السوداء والحلبة وحب الرشاد هذه البذلات فهي أساسية في تغذية المصابين السكري لأنها فيها الفايتوستيرول 그리고 الفايتوستروجين والفايتوستيرول والفايتوستروجين يحفظ القلب والشرايين ويخفض الكوليستيرول ويخفض ارتفاع الضغط ويليين الشرايين كذلك الخروب والزؤان والسم سيم والكسبرة وحبوب الكتان والحلبة هذه الأشياء فيها كما قلنا فيايتوستيرول بدون توابل لا تنشط الدورة الدموية ولا الهرمونات داخل الجسم الذين يحسون برعشة في الجسم الذين يهم نقص في النشاط الهرموني هات الأشياء تحفظ من مضاعفات السكاري حمد الأوميغا 3 موجود في السمك حمد الأوميغا 3 مهم للأصحاب السكاري وهو موجود في السمك موجود في اللوز في الجوز أن يكون اللوز وجوز بلدي طبيعي أن لا يكون اللوز والجوز مستورد حبوب القرعيات كذلك فيها حمد الأوميغا 3 السيمسيم فيه كذلك وحبوب الكتان البلوط كذلك يجب أن لا يكون سوديوم في سغذية المصابين السكاري أن يكون بوتاسيوم أكثر لكي يخرج الماء من الجسم إذا كانت الكليا فيها خالة يجب أن لا يكون كذلك البوتاسيوم بكثرة لابد من الألياث هناك الفايتوستيرول يوجد في نخالة القمح والبقوليات ضرورية كما قلنا لسغذية المصابين السكاري إلا إذا كان هناك دارة في القولون وهذا المشكلة التي تسببه البقوليات يأتي من سوء طبخ البقوليات البقوليات يجب أن تطبخ جيدا لكي لا تبقى هذه الاكتينات لأن البقوليات تحتوي على الاكتينات طبيعية فيجب أن تطبخ جيدا لكي لا تضر المصابين السكاري الذين يعانون من القولون فيجب أن ينتبه أصحاب السكاري وأن لا يسقطوا في هذه الأخطاء لكي لا يبثل الرجل ولكي لا تتخرب كليا والشرايين والقلب الشبكية أن تكون الحالة النفسية مطمئنة لأن التوتر يلخبط كل هرمونات داخل الجسم أن يتجنبوا كما قلنا الشحم الحيواني والكوليستيرول وأن يكون حمل الأوميغا 3 عامل أساسي في النظام الغذائي زيت الزيتون كذلك الفيتوستيرول والفيتوستروجين موجود في هذه البدرات ضرورية للسكاري أشياء ضرورية للسكاري لأنها كما قلنا تخفض الضغط وتليين الشرايين وتضبط المفعالات الكيموية داخل الجسم وهي توجد في الزوان وتوجد في الخروب وفي حبوب الكتان وفي الحلبة وفي حب الرشاد وفي الحبة السوداء في السيمسيم توجد في نخالة القمح الخضر ضرورية لأصحاب السكاري أن يكون نظامهم 50% خضر وليس الوحوم أن يكون السمك في إجبالي في تغذية أصحاب السكاري ممنوع الحليب والألبان والأجبال على أصحاب السكاري معدن الكروميون يوجد في نخالة القمح ويوجد في الشاعر ويوجد في الزورة البلدية ويوجد في الشوفان الخرطة البلدي ويوجد كذلك في الرز كامل ومعدن الكروميون هو يوصف للرياضيين لأنه يبع في الصيدلية لأنه يزيد في قوة الرياضيين وهو عامل يضبط المفاعلات التي تتعلق بالكليكونز داخل الجسم الشوفان فيه معدن الكروميون مع سيلينيوم وفيه ألياف أكثر من القمح والشاعر النشويات الضرورية أن تكون بالنخالة وأن لا تنخل تكون هذه النشويات بالنخالة وليس منزوعة منخالة منخالة فيها 70% من الأملاح و70% من الفيتامينات الفيتامين بأ ثلاثة والفيتامين بأ واحد و70% من الألياف فيها كل معادن فيها الكروميون فيها الماغنيزيون فيها الحديد فيها ألياف على شكل فيتستروجينات فيها الليقنانات والليقنان هو يكبح سرطان تدي وسرطان بروستاطا كذلك ممنوع خبز أبيض بخميرة صيناعية الخبز الذي يبيع في السوق لا يصلح للتغذية المصابم السكري ولا لتغذية الناس لأن هذا الخبز فيه 13 مضاف غذائي سبعة منها حرام البوتاسيوم يوجد في الخضر حمض الفوليك مهم جدا أن يكترى أصحاب السكري من الخضر لأن فيها البوتاسيوم وحمض الفوليك مهم جدا ويوجد في البقوليات عدس حمص فول بازيلا اللحوم أن يتناول أصحاب السكري اللحوم مرة في سنة اللحوم العيد مرة في سنة لا تضر تكون اللحوم طبيعية مسروحة لا تضر مرة في سنة واللحوم ممنوع على أصحاب القلب والشرايين وممنوع على أصحاب السكري وعلى أصحاب السرطان مع هذه الأشياء إن شاء الله السكري النوع الثاني لن يتناولوا أدوية مع هذا النظام ومع القيام بالحركة ومع تجنب المواد الصناعية ومع تناول سمك فالسكري النوع الثاني إن شاء الله لن يحتاجوا إلى أدوية أن ينتبه أصحاب السكري وأن يركزوا على هذه البدرات كما قلنا الحبيبات الزؤان والخرو والسيمسي وحبوب الكتان وحبوب الكزبارة الألياف الغدائية والبوتاسيوم هي توجد في جميع النبات النبات فيه مضادة للأكسادة والبوتاسيوم وألياف الغدائية والفايتوستيرون والحمض أوميغا 3 يوجد السمك النبات والخضر والفواكه جيدة كذلك لأصحاب السكري طبعا الفواكه لا تكون حلوة قلنا أن السمك جيد الرمان والتفاح من الفواكه يوجد الرمان والتفاح والبرتقال والتين شوكي جيد لأصحاب السكري العسل ممنوع العسل ممنوع والعنب والتين الأشياء الحلوة والزبيب هذه الأشياء ممنوعة على أصحاب السكري الألياف كذلك موجودة في نخالة القمح الألياف الغدائية التي تحتاجها أصحاب السكري موجودة في ألياف في نخالة القمح وموجودة في البقوليات الألياف هي التي تخفض الكوليستيرول هذه الألياف هي التي تخفض الكوليستيرول في الدم تشد صفراء المرارة في الأمع لكي لا تعود إلى المرارة المرارة ستفرض صفراء جديدة من الكوليستيرول الدم فإن خفض الكوليستيرول الألياف تحفض القول من التهابات والألياف هي التي تكنس الفضلات من الجسم وتغدي البكتيريا الصادقة البروبيوتيك هي التي تغذي البروبيوتيك هذه الألياف توجد في النبات وكل القرائيات وولفت بجميع أنواعه والرطبقة توجد في السكوم في البامية في الباصل في الخرشوف في الباطاطة الحلوة في القلقاس في الخبيزة في الحماط في السلق المصابين بالسكاري يجب أن يكون لديهم قولون قوي لأن الامتصاص لديهم متراجع كل نبات فيه بوتاسيوم نبات الصبار فيه 900 ميلي جرام بوتاسيوم الباطاطة الحلوة فيها 450 ميلي جرام بوتاسيوم الخضر طازجة تنفع أكثر من الخضر المطهية لكن كلها جيدة جميع الخضر الطازجة تسوي السكر في الدم وأن لا يكون معها لحم خضر أن يتناول نساء الخضر وأن لا يتناولوا معها لحم إما أن تكون خضر على شكل عاصر أو على شكل صلاطات بعيدة من الوجبة تكون مطحونة أو تكون على شكل صلاطات يكون فيها بصل وثوم ومقدونيس وكرفس قرعيات كذلك القرعيات من الخضر الجيدة التي ممكن أن يتحن الناس قرعيات تتحن مع ماء تشرب كذلك البامية أو السكوم أو الخرشوف يتحن مع ماء يشرب القرقاص كذلك أو الباطاطا القصبية تتحن مع ماء تشرب أو الباطاطا الحلوة كذلك تتحن مع ماء تشرب هذه الأشياء جيدة للأصحاب السكاري تخفض السكاري فهذا الخضر إما أن تكون على هذا الشكل أو تكون خضر مطهية بزيت الزيتون بدون لحم جيد البوتاسيوم والألياف أن يكون بكمية كافية للجسم لأنها هي التي تحفظ الجسم من التخمج على مستوى الرجل البوتاسيوم يخفف الدم البوتاسيوم يخفف الدم يجب أن لا يستعمل أصحاب السكاري لا يتناول الخضر البادنجانية وهي الباطاطس والفلفل والطماطم والبادنجان هذا الخضر يجب أن لا تستعمل لا مطهية ولا تستعمل نيئة لا تستعمل طازجة ولا تستعمل مطهية لأصحاب السكاري أن يبتعدوا عن هذا الخضر البادنجانية وهي الباطاطس والفلفل والطماطم لا تستهلك طازجة ولا تستهلك مطهية أن يركز أصحاب السكري على زيت الزيتون وزيت الزيتون يأكل ولا يشرب زيت الزيتون يخفف من أثر الليكتينات في المواد الغذائية يجب أن تكون الخضر أكثر من 60% في نظام أصحاب السكري لأن الخضر ليس فيها طاقة وفيها ألياف وفيها بوتاسيوم وفيها الفيتامين A والفيتامين C والفيتامين K والفيتامين E وفيها مضادة للأكسادة أي الفلفونويدات والبوليفونولات وفيها أنزيمات لما تكون طازجة الخضر يكون فيها القليطاتيون كذلك النشوية الداروية المصابة للسكري ونكتفي باتا السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث حول السكري لا يكون علاج لجميع الأمراض إلا لما تكون الحالة نفسية مطمئنة أصحاب السكري قد يذهبون للمستعجلة إذا كان هنا قلق وتوتر شديد كذلك أصحاب السرطان والأمراض المناعية الذاتية أصحاب القلب والشرايين عند تتوتر قد يصابون بشلل العامل النفسي عامل مهم جدا أن ينتبه الناس أن لا يقلق أصحاب السكري وأن لا ينفعلوا فهذا خطر على صحتهم كذلك أصحاب القلب والشرايين أن لا يقلقوا وأن يغيروا نمط العيش وأن يرتاحوا وأن لا يستسلموا لهذا المرض ليس هناك علاج للسكري إلى حد الآن نظام غدائي هو الحل لكي لا تكون هناك مضاعفات سكري ممنوع اللحم والدواجين والطبخ السارع والمقليات والحلويات ويجب أن لا يضيف أصحاب السكري السكر الأبيض للشاي أو للقهوة يجب أن لا يحل الشاي والقهوة بأي محل كيماوي لأن هذا سيسبب مضاعفات سكري ولا محال زهايمر البانكنسل يحذيته السكري بعد مدة ثم الشبكية تتخرب ثم الكيليا ثم بطر الرجل قلب الشعرين تتخرب كذلك الذين لديهم ارتفاع الضغط وارتفاع الكوليسترو في الدم لديهم مضاعفات سكري يجب أن يكون في نظامهم ألياف غدائية ونبات ممنوع زيوت صناعية وأن يكون نظامهم في سمك وزيت زيتون وخضر ونشويات وحبوب وبقلات وبذلات كذلك توابل هناك من ينصح أصحاب السكري بصدر الدجاج الأبيض بزعم أنه ليس فيه كوليستيرول وهذا خطأ البقوليات والقاطاني شيء جيد البقوليات والقاطاني الفوت السوداني يصنف معه البقوليات أن يستهلك أصحاب السكري البقوليات والقاطاني الفوت السوداني يصنف مع البقوليات البقوليات تحتوي على معدن الموليبدينيوم وهو لا يوجد إلا في البقوليات وفي الفوت السوداني البقوليات تمتز بالبروتين 20 إلى 22 excluding فيها الياف غدائية وفيها حمر الفوليك وفيها المعادن كلها فيها الموليبدينيوم الموليبدينيوم يحفز الأنزيم الذي يحفظ الجسم من الجذر الحرة البوقوليات ليس فيها أثر سكر فيها فيتامينات وهي غانية بالفيتوستيرول ألا تأكل بخبز السوق وأن تأكل لوحدها وأن يتحرك الناس إذا استهلكوا البوقوليات وأن لا يكثروا منها حمر الفوليك هو الذي يحول هوموسيستين إلى الميت يونين في الشرايين وترمى من الجسم لأنها إذا بقيت متجمعة في الشرايين فهي تجرح الشرايين من الداخل وتتكون السدادات وتضيق هذه الشرايين فيكون ارتفاع الضغط وأمراض أخرى حمر الفوليك ضروري للسكار البوقوليات يجب أن تطهى جيدا لأن فيها الاكتنات تحدث تلازوناس في الدم هذه الاكتنات تزعج الجهاز الهضمي لدى بعض الناس لما لا يكون الأكل فيه بوليفينولات أن تطهى جيدا ساعتين إلى ثلاث ساعات أكثر من اللحم أن تطهى البوقوليات أكثر من اللحم وأن تأكل بزيد الزيتون من أراد أن يأكلها بالخبز والخبز البلدي الذي يرق أصحاب السكاري وهو الخبز الطبيعي البلدي الخامير البلدية من الخالة وأن يكون معه بذلات هذا الخبز يكون معجون بالبذلات وهي الحلبة والحلبة ضرورية ولينسون وشمراء وحب رشاد أن تكون منعقة كبيرة في العجين من الحلبة مطفوقة فهي تساعد على تسوية السكر في الدم ألا تستهلك الحلبة لوحدها ألا تستهلك مع حساء أو مع خبز أحسن ألا تنقع ويشرب ماءها حمد الفوليك الذي يبع في السيدالية هو حمد ليس طابعي وهو حمد كيماوي خاطر على صحة الناس وحمد الفوليك يوجد في السكوم ويوجد في البصل وأن لا يشرب الناس البصل لأنه يهلك المعيدة إذا كان البصل على شكل خضراء وإذا كان البصل مع عصير الخضر وتضاف إليه البصل في جيد البقوليات أن يضع الناس مع بقوليات ثوم يعني تطهي البقوليات أن يكون ثوم وأن يكون شيء من القرفة وأن يتجنب المصابون بالسكري الفلفل أن يتجنب المصابون بالسكري الخضر البادنجانية وهي الفلفل والبطاطس والطماطم والبادنجان أن يأكلوا قرعيات خضراء جيدة قرعيات خضراء أن تكون مطحونة مع ماء كذلك قلقاص أو بتطاقس بيا كذلك السكوم والصالق والحماض أن يكون هذه الأشياء أن تكون مطحونة البامية كذلك على شكل عاصر عاصر الخضر طازجة يسوي السكر في الدم ممنوع العاصر على أصحاب السكري كما قلنا والتين المجفف والتومور والزابيب والبطيخ الأحمر الرمان يستهلك الناس من شيء قليل من الرمان شيء جيد البرتوقال جيد والتفاح جيد والتين الشوكي جيد وأن لا ينسى الناس مجموعة البذلات التي تكلمنا عنها وهي السمسم والكتان والحلبة وحب برشاد وحبوب الكذبارة وهي مهمة جدا حبوب الكذبارة مهمة جدا للمصابين السكري وأن تستهلك الحبة السوداء مع الخبز فقط وأن لا تستهلك لوحدها وليس زيت الحبة السوداء أن لا يستهلك الناس زيوت الأعشاب أو زيوت النباتات فهي خطر السمسم والكتان يمكن أن يستهلك بكمية جيدة في حدود ملعقة إلى ملعقتين كبيرة في اليوم لا تذر الحلبة وحب برشاد أن تستهلك بكمية أقل نصف ملعقة كبيرة من الحلبة كافي وملعقة صغيرة من حب برشاد في اليوم كافي ورأس ملعقة صغيرة من الحب السوداء مع الأكل الجيد أو تكون هذه الأشياء تكون في الخبز والخبز يجب أن يكون أن تكون في حلبة مطحونة وينسون وشمرة وحب سوداء وسعتر كذلك سعتر يطحن ويعجن به الحبز هذه الحبوب ضرورية لأنها تحتوي على الفايتوستيرول والفايتوستروجين وهما ضروريان لارتفاع الضغط والارتفاع الكوليستيرول في الدم وهما يحبون ضفان الشرايين ويجعلون دورة الدموية جيدة وحمل أوميغا 3 الموجود داخل هذه الحبوب يحبس الهوموسيستين أن تخرب الشرايين ألا تطحن هذه الحبوب وتأكل وحدها هذا خطأ أن تكون مع الأكل هذه البذرات أن تضاف لجميع الأغذية تضاف لشربة حضر ولحريرة ولحساء فول ولحساء شاعر تضاف للخبز والبقوليات لما تطبخ يضاف إليها هذه البذرات البقوليات لما تطبخ يضاف إليها هذه البذرات من أراد أن يستنبت الحلبة وتأكل معه السلطات فجيد حلبة تساعد على تسوية السكر في الدم من التوابل هناك الكوركم جيد هذه الحبوب تساعد بـ 30% لتسوية السكر في الدم ولخفض الضغط وخفض الكوليستيرول في الدم إذا تسوى ارتفاع الضغط وارتفاع الكوليستيرول سيتسوى السكر في الدم إذا تسوى ارتفاع الضغط وارتفاع الكوليستيرول سيتسوى السكر ثم الحركة لا بد منها حتى أصحاب السكاري أن يجوعوا شيئا ما ليخربوا هذا الخزان حبوب كتان تحبس مضاعفات السكاري وتحمل قلب الشرايين حبوب كذبرة مهمة جدا لأصحاب السكاري ألا ينساها الناس النظام الذي حددناه للسكاري سينفع مئة في مئة إن شاء الله وسيحمي من مضاعفات السكاري فنؤكد أنه ممنوع اللحم لكي لا يبثر الناس الرجل ممنوع اللحم على أصحاب السكاري لكي لا يبثر الناس الرجل ليس هناك علاج للسكاري تسوية السكار في الدم لا يعني أن السكاري تعالج نتكلم عن السكاري النوع الأول أما الثاني فسيكون جيد جدا مع هذا النظام تكلمنا عن أهمية حمر الأوميغا 3 وزيد الزيتون والسامك جميع اللابات جيد للسكاري أي خضرة تطحن مع ماء تسوي السكر جميع الحشائش الخضراء والبقور الخضراء جيدة حشيشة الشاعر لما يصل الشاعر إلى 15 سنتي إلى 10 سنتي أو 15 سنتي في الحقول يقطف ثم يستهلك كذلك حشيشة القمح وحشيشة الشوفان أن تجفف في الدل وأن تخزن طول السنة واحدة من هذه الأشياء تكفي إما شوفان إما شاعر إما قمح لأن هذه الحشائش غانية بالفيتامينات والأملح المعدينية وفي أكلوروفايل ألا يكثن منها الناس خمس أو ست ورقات تغسل جيدا تصلق مع ماء على شكل شربة يضاف لها ثوم مقدوني الثوابل زيت زيتون فهي تحفظ قلب الشرايين وهي مغدية الصلق جيد والحماض جيد والخبيزة والقرنينة كذلك أن تعمل هذه الأشياء على شكل شربة أوراق الزيتون وأوراق الصبار الصبار وهو التين الشوكي والتين الشوكي تكون أوراقه فتية في شهر 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ليس فيها أشواك لما تصبح بقدر اليد تقطف تزل منها هذه الأشواك وتستهلك طازجة أو تستهلك على شكل عصير تهيئ منها شربة جيدة تستهلك كسلطة جيدة أو توضع مع طبيخ وخضر أخرى جيدة تغسل جيدا وتجفف في الضل وتطحن وتخزن جيدا هي الآن توجد على شكل كبسولات في الأسواق لكن نريد أن ننبي أن حاليا أن التين الشوكي أصابته هذا المرض وهي الجرطومة القرموزية أو الحشرة القرموزية فلا من الأحسن إلا تستهلك من أراد أن يستهلكها فليستهلك على شكل كبسولات لأنها تكون قد مرت من المختبر أوراق الزيتون تفيد لمصابين بارتفاع الضغط أكثر من السوكاري وأوراق الصبار قوية للسوكاري أوراق الصبار قوية للسوكاري وتهم ارتفاع الضغط وإذا كان الاثنين فجيد حتى الناس العاديين غير المرضى يستهلكوا هذه الأشياء لكي لا يصابوا بأمراض أوراق الأشجار مهمة كلها منها أوراق كارما ستين على شكل شاي كذلك شجرة مورينغا أو أوراق شجرة مورينغا فهي تخفض ضغط جيدة للقلب الشرعين شجرة الشاي الأخضر وليس الشاي الذي يباع في الأسواق لأن الشاي الذي يباع في الأسواق فيه مضافة هدائية فمن وجد أوراق شجرة الشاي فجيد كذلك أوراق الصدر فهي مرة لا يقدر عليها الناس خمس ورقات مع ماء على شكل شاي جيد لا يكثير منها الناس كذلك أوراق الفلين توضع مع الشاي كذلك هناك نبات الحراق نبات الحراق جيد فهو مدير للبول البقول الخضراء جيدة فيها الفيطامين A والفيطامين C والفيطامين K والفيطامين E وفيها حمض أوميغا 3 وحمض الفوليك وفيها سكر الإلينين البروبيوتيك الذي تتغذي عليه البروبيوتيك ألا تكون هذه الأشياء فيها مبيضات أن ينتبه الناس ألا تكون هذه الأوراق فيها مبيضات هذه الأوراق الأشجار حتى أوراق حتى أوراق الشاعر و القنحhi والشوفان أن ينتبه الناس ألا تكون فيها مبيضات وأن تؤخذ من البوادي وأن لا تكون ملوذة بالنيترات Aah ان تغسل جيدا حتى أوراق الشاعر و القنحhi والشوفان أن تغسل جيدا كذلك هناك الخول إنجال و الذنجبيل والكبار والقرفة الذين الذين يدون القصر كلاوية ممنوا عليهم قرفة شراب حبوب الكذبرة أن لا تكون مطحونة من أراد أن يشرب شراب حبوب الكذبرة أن تكون هكذا أن لا تتحن تشرب هكذا حبوب أن يسابها النسل للفيتامين T إذا كان منخفض والشخص غير مصاب بالسكاري يمكن أن يصاب بالسكاري كل من أصيب بالسكاري على عمر 15-20 إلى 30 سنة كان لديهم الخفاض في الفيتامين T وكان نظامهم مفرد مفرد في السهلة كمضافات الغذائية والمواد المصنعة والتسلم واللحوم فأن ينتبه الناس فلا خطر مع النظام الغذائي الجديد فلا خطر مع النظام الغذائي الجديد لأننا تكلمنا عن كل عوامل وعن نظام الغذائي متكامل فيه خضر وفيه نشوية كاملة فيه بقوليات وفيه بدلات وفيه توابل وفيه زيت زيتون فيه سمك وفيه خشاش الأرض وفيه فواكيه وفواكيه جافة تفاح ورمان وبرتقال وتين شوكي وليس عاصل البرتقال أن يستهلك الناس البرتقال هكذا فاكهة الأنناص أصحاب السكري أن يستهلك في قطعة أو قطعتهم لا تضر أما العنب والتين والبتخل أخمر فكذلك الفواكيه الموسمية الصغيرة الحجم كذلك فيها السكر اللي يكثير منها الناس مثل الكارز والمشمش ثلاث حبات لا تضر تمر لا تؤكل لا يستهلك الناس تمر أصحاب السكري كذلك الزابير أن يستهلكوا عاصل الخضر كل الخضر تسوي السكر في التمعس الخضر خضر مطبوخة أو خضر مطبوخة بزيت الزيتون بدون لحم جيدة صلاطة الخضر مع أوراق خضراء تؤكل جيدة طازجة كذلك كما قلنا حشيشة الشاعر والقمح والشوفان جيدة الصلق هذه البقوة الخضراء جيدة كثيرا الصلق والحمد والخبيزة والحراق والقرنينة جيدة البصل بالأوراق جيد لكن أن لا تكون مرشوشة أوراق البصل أن لا تكون مرشوشة وأن يستهلك البصل بأوراقه أن تكون إما على شكل شربة فيها حماد وبصل بالأوراق وخص وبسباس ولفت أبيض ولفتمر وخرشوف وكرات وثوم وزنجبيل كذلك الحلبة تضاف الحلبة وحب برشاد لهذه لهذه الشربة تجيدة جدا ممنوع اللحوم ممنوع اللحوم وأن ممنوع اللحوم هناك وجبة أن تطهى نخالة القمح هناك وجبة يجب أن يعملها أصحاب السكري وأصحاب الأمراض تقيلة مثل السراطان أمراض المنعية الذاتية أمراض القلب والشرايين أن تطهى نخالة القمح بالبخار يضاف إليها زيت زيتون وتسقه بماء فيه بقول خضراء مثل الحماض وخبيزة والقرنينة والسلق هذه الوجبة فيها فيها فيتوستيرول وفيها فيتوستروجين وليقنين فيها الفايتوستريج هي غانية بالفايتوستروجين وليقنين والألياف الغذائية وهي تكبح سراطان السدي وتكبح سراطان البرستاطا عند الرجال كذلك السهلة كالفوت الطاري وجلبان الطارية كذلك أن يجمع الناس الخولينجان زائد زنجبيل زائد حلبة مطحونة زائد حبوب الكتان أن تكون هذه الأشياء في شربة خضر وأن لا ينسى الناس عجل الخبز أن يكون في حلبة مطحونة وحبوب الكذبرة مطحونة ويخمر بخميرة بندية حساء فول أو حساء الشاعر كذلك تضاف إليها هذه الأشياء ويقوم بزيت الزيتون ويقوم معه حلبة وحبطرشاد لابد من كذلك حساء الشاعر كما قلنا لابد من هذه البدرس أن يختار الناس من البدرس ما يريدون أن تكون هذه البدرس كما قلنا في هذه الوجبات فقط بالنسبة للسكاري تبقى الحلبة وحبوب الكتان وحبوب الكذبرة مهمة جدا لهم أن يضحل خروب خروب مطحون زائد حلبة زائد حبوب الكذبرة مطحونة زائد حلبة مطحونة وأن يستهلك الناس منه في الصباح بعد الأكل أصحب السكاري أن يستهلكوا هاته ثلاث مكونات بعد الأكل في الصباح فجيدة منعقة كبيرة أو منعقة صغيرة من هذه الأشياء فهي تحبيس ارتفاع السكاري بعد الوجبة كذلك شراب أوراق الأشجار كذلك شراب أوراق الزيتون جيدة وأوراق الزيتون توضف كذلك للطبيق فهي تنكيه الطبيق فجيدة ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديث حول السكاري نتكلم يوم عن علاقة فصيلة الدم بالسكاري النوع الثاني لا فرق فيما يخص نظام غذائي بين السكاري النوع الأول والثاني والنوع الثاني سيستفيد المئة في المئة إن شاء الله ويتوقفون عن تناول أدوية بعد مدى وبعد استشارة الطبيب لأن هناك سكاري مع ارتفاع الضغط ومع أمراض أخرى نتكلم عن فصيلة الدم وعلاقتها بالسكاري النوع الثاني أشخاص الذين لديهم فصيلة الدم السالبة هم أقل عرضة من فصيلة الدم المجابة فصيلة الدم السالبة لا تصب بكثير من الأمراض الأو ناقص هو فصيلة الأو فصيلة الدم السالبة هي فصيلة نادرة لا تصب بأمراض وهو القوي في الفصائل الدموية السكاري النوع الثاني الملاحظ أن الأو والأو بي بليس يكون لديهم قابلية للإصابة بالسكاري بالنسبة أعلى من البي والأو جل المصاب السكاري من البي والأي بي والبي أكثر وهو يصاب لما وهم يصابون لما لا يحترمون نمط العيش هم يصابون لما لا يحترمون نمط عيشهم أو نظامهم الغذائي خاص بفصيلة الدم لما يأكلون لحموا دجاج يصابون بأمراض أما لا يصاب بأمراض خاصة لو كان لون الجلد أسمر أو أسود أو يعيش في منطقة حارة إن فصيلة الدم بي والأي بي لديهم مشكل مع أمراض القرب والشرايين إذا أغلبوا اللحم على النبات سيكون مشكل وكذلك إذن عدمت الألياف في نظامهم إذن عدمت الألياف في نظام البي والأي بي يصابون بأمراض قرب الشرايين وتاخذوا الدم لأن الأي بي لديه جوج الأنتيجين ودمه ونحن تاخذ لديه أنتجين الأو ولديه أنتجين بي والأ لديه أنتجين واحد والب لديه أنتجين واحد والأي ليس لديه أنتجين لو أدامه خفيف لكن إذا لم يتحرك ويشرب ماء بكثرة وغيّر نمط حياته ولم يتنفس أكسيجين بكثرة يصاب كذلك الأو يصاب بكل أمراض الأو يتحتم عليه الخروج إلى البادية مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع وأن يبقى مدة كافية في البادية لأنه لديه رئة قوية وتنفس قوي الأو لديه مشكلة على الكيلية يجب أن يشرب ماء بكثرة لتر ونصف إلى أكثر في اليوم ألا ينسى شرب الماء قلنا أن السكر النوع الثاني يصاب فواصل الدم البي والأ أكثر من غيرها لما لا تحترم نظامها الغذائي الذي تكلمنا عنه الأو نباتي ويأكل سمك جيد له وبيض بلدي بري مرتين وثلاثة في الشهر مرة في الشهر يشرب لبن الخض الأو يجب أن يكون نظامه 80% إلى 90% نباتي كذلك البي مع البي نفس الشيء البي والأي بي يهضموا الحليب ليس لديهم مشكلة مع الحليب الأو والأو لديهم مشكلة مع الحليب إذا كانوا يستهلكونه يوميا أما ثلاث مرات في شهر أن يكون حليب طبيعي فلا يضرهم البي والأي بي يصابون بالسكار النوع الثاني بعد عمر 30 إلى 40 سنة البي والأي بي والأو تنفعهم الفواكه أن يكسروا من الفواكه وانكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر